كيف رأى المشاركون أثر صعود داعش على الأقليات؟ يعني ببساطة الأثر هو محو وإلغاء وجود الأقليات الدينية في المناطق التي تسيطر عليها داعش لأن داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية لا يقبل وجود أقليات دينية على الرغم أن هذه الأقليات موجودة تحت حكم مسلمين وتحت حكم خلافات إسلامية ودول إسلامية عبر قرون طويلة كما أشر إلى ذلك الدكتور إدموند غريب ولكن الآن بعد قرون طويلة من الوجود للمسيحيين والإزيديين والصابقة والشبك كل هذه المجموعات موجودة منذ قرون ولكن الآن وجودها أصلا مهددة بالفناء تماما وإنها وجودها تماما خاصة أن هذه المجموعات ليست أديها ميليشيات أو قوة مسلحة تحمية كما والحال في ميليشيات مثلا سنية والشعية في العراق هذه المجموعات لا توجد قوة مسلحة تدافع عنها ضد تنظيم الدولة مثلا على موقعنا كتب سمير يقول عن هذه النقطة الثمن الذي تدفعه المكونات الدينية من المسيحيين والإزيديين والشبك والصابقة هو أكثر بكثير من الثمن الذي تدفعه الطوائف الإسلامية المتحاربة وذلك لأن هذه المكونات لا ناقلها ولا جمل في الحروب الإسلامية الإسلامية كما أن وجودها أصبح مهددا بالانقراض بسبب هذه الحروب حسن رجب كتب على صفحتنا على فيسبوك ما حدث في مدينة سنجار للإزيديين يشهد بالمعاملة الوحشية والمصير الذي ينتظر كل أقلية دينية تقع في قبضة التنظيم الإرهابي فقد طبقت داعش في سنجار تأويلات فقهية لا تتسامح مع الأقليات الدينية خاصة غير الإسلامية مع العلم كما ذكرت الدكتور إدموند هناك ثقافة إسلامية مختلفة تماما في التعاون مع الأقليات زين العابدين الأقليات لا مكان لها في ظل حكم داعش هذا ما رأينا في الموصل مع المسيحيين والإيزيديين والشبك الكل تم إما قتلهم أو تهجيرهم سياسة داعش إما أن تكون معي وإلا أنت ضدي ويجب قتلك محمد عزب على موقعنا داعش هو تنظيم فاشي وليس دولة إسلامية وهو يستقوي على المجموعات الأكثر ضعفا كالأقليات والنساء والأطفال وأعتقد أن هذا التنظيم يرتبط الوضع الدولي غير المتكافئ والمتآمر على الدول العربية لصالح إسرائيل يربطه بمؤامرة دولية كما يلعاد في كثير مشاركات هي مسؤولة عن صعود داعش لكن هل هي فقط المؤامرة الدولية أو بمعنى آخر هل تحدث المشاركون عن من هو المسؤول عن ذلك بالدرجة الأولى أوضاع الأقليات بالطبع محمد تحدث الكثيرون عن أطراف المسؤولة أولا هي الحكومات المركزية التي كان يجب عليها أن تدافع عن أبنائها ومواطنيها من الأقليات الدينية أيضا المسؤول هو الدول الكبرى كما قال البعض هذه الدول لم تقم بما يكفي لحماية الأقليات كثيرون تحدثوا عن الفكر المتشدد المتطرف من مختلف الأطراف والذي لا يقبل بوجود الآخر أصلا ويريد استقصال الآخر بالنسبة له الآخر هو مشكلة يجب استقصالها مثلا محمد عزازي قال تنظيم الدولة يحترم الأقليات وما يفعله ضد المجرمين هو تطبيق للحدود واللعب في ذلك وكل أفعال تنظيم الدولة نتيجة ورد فعل لأفعال متطرفين من الشيعة في العراق وسوريا هذا الرأي يدافع عن تنظيم الدولة يرى أنه رد فعل لما حدث معه من قبل متطرفين الشيعة كاظم قاسم كتب يقول يقال أنه في مدينة دوهوك هناك عمليات استغلال لظروف اللاجئين الأيزيديين لتغيير دياناتهم من المسيحية هل يعني هذا أن هناك دواعش مسيحيين محمد تقي داعش جاء لينفذ مفهوم عدم التعايش بين الديانات ويمهد لإسرائيل لكي تقول أنا دولة ليهود فقط وعلى العرب والمسلمين وباقي الديانات أن تخرج من إسرائيل فداعش كما يقول هي أكبر أكذوبة ترتدي بها إسرائيل عباء إسلامي عودة لنظرية المؤمرة بمشاركة إسرائيل في صعود داعش طارق عزب طارق عرب يقول وهل كان الحجر الشعبي الشيعي في العراق وسوريا ملائكة ووديين لدرجة أنه لم يذكرهم أحد بشيء بخصوص الأقليات يعني يقول أن أيضا الأقليات عانت من تطرف شيعي كما عانت من تطرف سني جاسم محمد أساب الرئيسي في معاناة الأقليات للحكومات المركزية فهي لم تحمي الأقليات ولم تدعها تدافع عن نفسها بل حربتها وقمعتها وهمشتها وجعلتها مستضعفة وتشاركها في ذلك الدول الكبرى وهذه نقطة مهمة بالنسبة للمشاركين هل قامت الدول الكبرى هل قام المجتمع الدولي بما يكفي لحماية هؤلاء يعني بالنسبة لتقريبا كل المشاركين على صفحاتنا الإجابة هي لا الدول الكبرى لم تقم بما يكفي لحماية الأقليات لا سبب كثير البعض قال أنها تستخدم ورقة الأقليات ورقة ضغط على الأنظمة إذا لم تستجب إذا حددت مصالحها ولكنها داتها لا تعني بالأقليات البعض ذهب أكثر من هذا وتحدث عن مؤامرة للدول الكبرى لتصفية المنطقة وعاد تقسيمها على أساس طائفية وبالتالي تشجع بشكل غير مباشر إنشاء دول طائفية وتماهد لصعود داعش البعض أيضا تحدث عن منقارنة ما بين ما تفعله الدول الكبرى بشكل عام تجاه الأقليات في المنطقة مسيحيين وازيديين وما تقوم باتجاه الأقليات المسلمة تسأل بعض لماذا لما تحدث أحد عن معاناة الأقليات المسلمة أقليات الروهينجا في بورما أو أقليات المسلمة في البوسنة يعني لماذا يطلل بعض بحماية أقليات دينية من غير المسلمين بينما الدول الكبرى تغاضط ولم تحمي الأقليات المسلمة في دول أخرى مثلا أروى اليماني كتبت تقول هل قام المجتمع الدولي ما يكفي لحماية الشعوب الأكثرية والأقلية معا أم أن هذا المجتمع الدولي يعامل مكونات الشعوب بانتقائية فتعنيه حماية طائفة دون الأخرى محمد مجيد يقول مجتمع دولي مين أين كان المجتمع الدولي في حرب البوسنة أين كان في حرب أفغانستان والعراق أين هو من أقلية مسلم الروهينجا وانتهاكات المسلمين في فلسطين عزة نوح يقول المجتمع الدولي يحرك موضوع الأقليات وحقوق الإنسان ضد تلك الدول والأنظمة التي تهدد مصالحه هي مجرد ورق الضغط الأقليات مجرد ورق الضغط تستخدمها الدول الكبرى ضد النظام إذا ابتعد عن مصالحها إما إذا صار في طريق مصالحها تتغاضى عن هذه الأقليات لعي عبد الكريم يقول المجتمع الدولي يعتمد على عدم حماية الأقليات لتقسيم المنطقة على تويتر تغريدة سورية تقول يقولون ما المشكلة إذا لم يعد هناك مسيحيون في سوريا ونقول لهم بدون المسيحيين لن تعود سوريا كما كانت شكرا جزيلا يا محمود